مرحبا بكم نمشي مباشرة للقضية فمشتونسي ليمت الذية مقالش مالا سخانة وحنا في مي ظهر فيه سيف سخون برشا ذيك عليش اليوم احنا بحضينا سيحات بكور مدير ادارة البحث والتطوير بالمهد الوطني للرصد الجوي سباح النور سيحات مرحبا سباح الخير وشكرا على الاستضافة وشكرا لسيد المستمعات والمستمعين مرحبا بك خلينا نحكي وسيحنا توفي اخر شهر ماي تقريبا هل انه الفترة هذية تعتبر درجات الحرارة والتقلبة الجوية والمناخية عادية مقارنة بالسنوات الماضية وإلا ليه شفنا تبرولي شفنا متر شفنا سخانة شفنا رتوبة احنا قدام وضعية مناخية جديدة وطارئة شكرا على السؤال من ناحية الدرجات الحرارة هي ارفع من العادة ارفع من المعدد التبروري والامطار القوية والغزيرة هي نتيجة لحقيقة الارتفاع كبير في درجات الحرارة لانه والنظام المناخي الكله يتغير بطبيعة الحال بالارتفاع المشط غير عادي للدرجات الحرارة وفي الفترة هذي في مايه ثمت تبروري موجود من من قبل ثم بعض مناطق اللي تزيد ربما هي وبعض مناطق جديدة الدخل التوليت معناها العادة ثم دي كل وار معروفين متاع تبروري توا صار معنا هذا الفينومان الجديد تتفوى من ناحية الدرجات الحرارة ثم ارتفاع بارابور للمعدل العادة بالنسبة للشارمية هذا الارتفاع ماهوش خاص بالفين واربع عشرين تقريبا السنوات الاخيرة الكل ولا ثابت هل انه انتوما في المعهد اليوم كادارة للبحث والتطوير تقولون اللي احنا قدام فترة ممتدة في الزمن مش نحكيه على عشرة عشرين سنة وإلا ما نجموش نحك متوى جستما هو السنوات الاخيرة البرشة مناطق في العالم مشاهدة ارتفاع غير عادي للدرجات الحرارة دور الارقام قياسية الوقعها تجاوزها بالنسبة في سنة في صيف تلاثة وعشرين في عديد المناطق نبدأ ساعة في تونس في تونس العاصمة في كابس في مدنين وفتنة في عديد من الاحيان تسعة واربعين درجة وهذا يتسمى حاجة كبيرة نعم وزادة اشهدنا يسميهم موجهة حر طويلة من ديمت ساعات اسبوعية نعم ولكنه هدايا ما هوش خاص بتونس وهدايا برشة معناها مناطق في العالم خاصة البحر البيض المتوسط وثم حتى في استراليا وثم حتى في جنوب الولايات المتحدة جنوب شرق ايسيا شرق الوسطي لاخيره يعني اليوم تغيرات المناخية ما هيش حالة محلية مش في تونس كهو خلنا بديو بالجيرين مثلا انتي قلت الحوض البحر الابيض المتوسط اليوم ليبيا وتزير والمغرب هل تعيش نفس التقلبات هذية والجفاف ودرجات الحرارة من ناحية درجات الحرارة كثر حتى من المناطق هذو ما يتسمع وجافة وشبه جافة ثم حتى مناطق معروفة بالرتبة وشبه الرتبة كما في فرنسا كما في ايطاليا وكما في حتى في انجليتيرا وكما في استراليا والاخيره درجات الحرارة ارتفعت لانه هو المتسبب اللي تول العلماء يقولوا اللي هما الغازات الدافئة هي موجودة في الغلاف الجوي والغلاف الجوي هو يخص الكورة الارضية ككل ايها تنجيوها الاسباب ولكن انت تأكد لي كما احنا كما فرنسا كما ايتاليا بعض مناطق بافي شك خاصة مناطق الجنوب بتاع فرنسا مثلا حتى في فرنسا حتى في مناشوه دو حالات تعجفه فرتفاع درجات الحرارة هذا الكل خلينا نحكيه السنوات الفارت الكل وسنة على تغيرات مناخية كين مبسطوها الكلمة هذي شنو نقصدوا بالتغيرات المناخية بارك الله فيك على سؤال نعم هو شون اللي صار هو صار ارتفاع مشط لدرجة الحرارة اللي سميوها بالفرنساوية سامحني ريشوف مو كليماتيك هو الكلمة الحقيقية خاطر عادة قبل ما تظهر وقبل ما اللي شا قولوها سامحني في الكلمة الغازات الدافئة تكثر الانبعاثات الغازات الدافئة تكثر اللي هو من بداية القرن وبيصيفها اكثر تقريب من الحرب العالمية الثانية التو الخاصية متاحها الغازات الدافئة كيما كيما ثانيوكسيد الكربون الميتان والاخير هي كون هي تشد الحرارة عندها كون تشد الحرارة عادة كيفاش يخدم السيستام كليماتيك الشمس تعطينا الحرارة في النهاء وفي الليل الارض تبدأ تصيف الحرارة متاحة وتبدأ الارض كلها تبرد والحرارة هذيك تطلع نحو الطبقات العليا من من الجو وتمشي للفضاء والاخره بوجود توا الغازات الدافئة اللي هي تحيط تقريبا بالكرة الارضية يعني هي عملت اللي سميه هذي كاينة بيوت مكيفة هذيك عليش يقولوا ايفيتساء الغازات هذي يوليتها الكابت تشد الحرارة هذي وتعاود ترجحها للارض بحيث المفروض هو في النهاء راحنا ناخذه الحرارة وفي الليل نبرد ولينا في الليل بالمعدل هذي كله راو قياسات ومعناها هاو تساتيليت سترا مش عاود ترجع الحرارة بفعل الغازات الدافئة اللي متركزة في الجو هذي الكل كيفاش انترجموه للتوينسا درجات الحرارة ولات اعلى طبيعيا بقديش خمسة درجات بستة بعشرة نجمو نحكيو بالارقام معناها دي ما راو نجمو نحكيو بالارقام كانش اذا كان حاجة تسجلت خطر ما فرق راو ما بين حاجة تتسجل تولي فيدينا نشوفوها نواليونجمو نحكمو عليها كما احنا نوصل لتسعة واربعين مثلا في تونس بينما هو المعدل في خلال في شارج ويليا واللاود اذا كان نحسبو المعدل كله مثلا ما يفوت شاربعة وثلاثين والخمسة وثلاثين درجة اذا كان واضح قدامنا اتبقينا اذا كان باش نواليونو نحكيو على موضوع التوقعات التوقعات ثم نوعين من التوقعات ثم التوقعات اللي هي قريبة المداء نهارين ثلاث ايام اربع ايام بجمعة تقريبا والحمد لله في المعد والحقيقة في برشة مراكز في العالم النسبة الخطاء ما عاش تفوت خمسة في المية عشر في المية تدير اذا كان نقول لك غدوة الحية رايح حرارة حرارة كان ثم امطار بعد ستة سوية ثم امطار عموما فيما يخص التوقعات الفصلية هذه اللي بشنا نحكيو عليها ولا التوقعات للمناخ بصيفة عامة ساعات يقولوا رو عام الفين وخمسين درجة حرارة باش تصلع الفين ومية باش باش الحرارة في ام وين باش تفوت زوز درجات وتستيرا هذي نوعية اخرى متع نماذج خطبي العملية كلها نماذج علمية نعم علمية متع فيها برشة رياضيات وكمبيوتر وتستيرا دونك يلزم نفرقوا ما بين دونك احنا تول نجم احنا بش نحكيو سبتان مو نيومة على التوقعات الفصلية لكن نسبة خطاء راي كبيرة كبيرة برشة كبيرة كبيرة كنا نحكيو على الخمسة عشرة انه نسبة خطاء توس ثلاثين وخمسين في المية احنا بش نحكيو على الصائفة ثلاثة شهورك هاو منش بش نوصل الفين وخمسين وفين ووربعين صحات مبكور الاسباب قلت مبكري الاسباب البشرية في علاقة بالغازات الدفئة وغيرها فما اسباب طبيعية واسباب بشرية وإلا كلها بفعل سلوك الانسان في علاقة بالكوكب صحيح سؤال ممتاز هو المناخات ثم المناخات كما المناخ الرطب الصحراوي الجيف وكتستيرا هو قديم الحقيقة استدرينا انا اذا كان اخو تونس انا ثم دراسات حتى عملتها عملهم المعهد نعم تثبت الظهر اللي معناه مدة حتى من حتى الفين سنة معناه من عهد الكارتاج والرومان وإلى آخره يعني ثم هل استدير تواد ثم الأقصى الجنوب التونسي هو المناخ الصحراوي وبعض يولي جاف وبعض يولي شبه جاف وبعض يولي رطب واتستيرا هذية لكن الفرق كان ثم نقوله واحنا استقرار عموماً في المناخات هذية حتى بالمنطقة بالمنطقة هذاك عليش احنا يحكيو على مطمور رومة مطمور رومة اللي هي موجودة في بيجة واتستيرا دونك نحكيو على مناخ معين ونحكيو على 400 و 500 مليمتر واتستيرا دونك إذا كان نحكيو الزيتون كان موجود في الساحل دونك رانا منقبل عنا مناخ يشبه للأكتوال شنو اللي صار هو توا هو صار معناها تقلب نش بتقول بيرتورباسيون متاع هالفصول معناها ولا الخريف يوخر الصيف يقدم اشتا واتستيرا ولا وجيونا ظواهر ما كن معاتش ما احناش متعودين بها كما مثلا في قلب الصيف جيك أمطار فاية توفنية معناها جي في بعض مناطق كسوا في تونس ولا حتى في مناطق أخرى كيما شوفنا في في الإمارات دير نير ما ولا حتى في ليبيا يعني العادة يجيو في المناطق الاستوائية ما يجيوش في هذا هو كما حكيت لك النظام العام اللي هو وقا في انخرام بخلاف السلوك البشري اليوم العالم يحكي عن نسبة التلوث مرتفعة وعلى مسؤولية في التغيرات المناخية عند الدول المصنعة واللي ذرت حتى الدول الغير مصنعة كيما الوضع في منطقتنا بالضبط هو ديور إفريقي لكل دول إفريقي لكل مي جنوب إفريقي بالجزائر البترو البليبي وكل الإمبعاثات إفريقي كل مسؤولة تقريبا على أربعة في المائة ولا خمسة في المائة من الإمبعاثات برك وتونس تقريب سفر فاصل سفر فاصل سفر سبعة هذا التفسير العلمي الوضعية العالميا بعد شوية سنرجع بكل تونس الصائفة شنو نستنيه في الصائفة ونجمو نتأقلمو إلا ليه وكيفاش كبختصين في الرصد الجوي راجعين نبعد شوية ترجمة نانسي قنقر